اشتركوا في القناة تحذيرات مش ليه وليه تحذيرات للبشرية كلها وهنا قبل ما هنبدأ الموضوع مهم جدا 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 يعني هنقول وداعا للموبايلات وداعا سامسونج وداعا قبل لكن قبل ما نخش في الموضوع ونعرف احنا رايحين على فين يا ريت من حضراتكم ما تبخلوش علينا باللايك لقناتكم قناة سري للغاية فادي فكري اللايك تاني بفكرك بيه لانه مهم جدا لينا وهو الحاجة الوحيدة اللي بتدعمنا وتدعم القناة وتخلينا نقدر نستمر فلذلك بطلب من حضرتك اللايك يا ريت برضو تعمله دلوقتي علشان تركز في اللي جاي الفيديو ده مهم جدا وهيعرفنا البشرية والدنيا رايحة على فين والتطور بتاع العالم الرهيب رايح على فين وازا كان التطور ده هيجيب اجالنا وهتبقى هي نهايتنا بجد ولا الطموح البني ادم خلاص بيتعدى وعايز يطلع للسماء السبعة فربنا يسطرها ويعديها علينا على خير ان شاء الله وكمان لازم ناخد ثواب اليوم ثواب كل يوم ده يعني تقليد جديد عملناه في الفيديوهات وعلى اليوتيوب وابتالت ناس كمان تقلبنا فيه ان احنا لما نيجي نبدأ فيديو ناخد طاقة ايجابية من الله سبحانه وتعالى في هذا العام عام البلاء والغلاء والوباء وعام 22 بالذات اللي فيه الحروب وغلاء وفيه كل حاجة فلازم ناخد طاقة ايجابية من الله سبحانه وتعالى وبنطلب من الله انه يرفع غضبه عنه وان شاء الله يعني الله يستجيب لهذا الدعاء ان شاء الله في الله بينا نقول الدعاء مع بعض وهنبدأ الفيديو ونشوفه بس يا ريت تكتب امين مش هتخسر حاجة والله لو كتبت امين لكن ممكن تتفتح لك ابواب كتيرة جدا 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 نقول لله سبحانه وتعالى اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء واذ رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين فهذا العام عام البلاء والوباء والغلاء اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء واذ رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين كلمة امين مش هتخسر منها حاجة لو كتبتها هتشجع غيرك تتقلم الف والفين ومئة الف ومليون مرة وتفتح لك ابواب كتيرة واوعى تنسى اللايك بتاع القناة ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة وداعا للموبايلات من اهم الفيديوهات اللي ممكن تشوفها مارك فيسبوك كان يتكلم على الميتا فيروس وان احنا هنعيش في الخيال مش هنعيش في الواقع هنعيش اللي عايز يروح امريكا هيقعد بحسب الجهاز بقى اللي هيعمله وهتروح تتمشى في امريكا عايز تروح باريس وقو بغيه وتروح تقعد في باريس وانت لمجرد معاك الى فخلاص مش هتخرج ولا هتروح وتروح تقابل حبيبتك وتقابل صاحبك وتقابل اللي انت عايز تقابله فاحنا رايحين على فين الموضوع بتاع النهاردة هنتكلم ان وداعا للموبايلات وداعا لقابل وداعا لسامسونج ومع واحد مجنون او عبقاري او بيسموه المجنون العبقاري او العبقاري المجنون وهو مين Elon Musk Elon Musk احنا مع جهاز المفروض ان هو يتسمى موبايل موبايل Elon Musk او موبايل تسلا او الموبايل اللي اسمه بالزبط هينزل مكتوب عليه كده موديل باي تسلا موديل باي طيب ايه هو ده قبل ما نتكلم عن ده عايز افكرك تنساش تعمل لايك تشاري الفيديو وتشترك في قناة سر للغاية فادي فكري على اليوتيوب يلا بينا نخش في الموضوع مين Elon Musk Elon Musk ده واحد اتولد سنة 1971 يعني يا دوبك كم من خمسين سنة وهو يعد دلوقتي من اغنى اغنياء العالم او هو اغنى رجل في العالم سروته تقدر في حوالي خمسة وعشرين مليار دولار يعني ميزانية دولة عايش فيها ميت مليون بني ادم ولا حاجة خمسة وعشرين مليار دولار وهو صاحب اعظم شركة سيارات طبعا سيارات تسلا اللي هي سيارات الكهرباء اللي فيها قيادة ذاتية اللي انت بيتكلم للعربية والعربية بيتكلمها وكمان صاحب شركة ستارلينج اللي هي الامر الصناعي اللي بيدي انترنت للكون وصاحب شركة نيورلينج اللي هي شركة الزكاء الصناعي اللي ابتدت تعرف ايه اللي في دماغك وابتدت تقرأ افكارك عن طريق الموجات القهرومغناطسية والراجل ده لسه طالع من قريب جدا محذر البشرية والعالم من ايه بقى من ان جبروت الزكاء الصناعي هيقدر يتحدى الكوى البشرية ويتحدى الانسان وهيعمل لغبطة في الحياة بالكامل وده اعتبارا من سنة 2025 يعني احنا بنتكلم على ثلاث سنين جاية ولا حاجة والراجل ده لما بيتكلم بيقول كلامه صح يعني هو بيبقى عارف حاجات صح ايه الراجل ده كان نشأته ايه ايلون ماسك كان دايما وهو في طفولته كان ابوه مهندس امه كانت خبيرة تغذية وكانت حصلت على ملكة على لقب ملكة جمال وكان دايما يقوله انه من هو طفل امه كان عبقري في القراءة لدرجة جهل في مرحلة ابتدائي بقى مش لاقي كتب موجودة في المكتبة بتاعة الحي عشان يقراها لانه خلص كل الكتب وكان ممكن في ايام الاجازات يقرى لمدة 16 ساعة امه فتخيلوا طفل في السن ده يخلص كل الكتب اللي موجودة في مكتبة الحي وكانت حاجة شهيرة ان يروحوا اشتاكوا ان الكتب خلصت مفيش كتب تاني اه الطفل ده كان عنده حالة غريبة دايما يشوفوها في ايلون ماسك انه ممكن يقعد بالا 4-5 ساعات مباحلة في الفضاء وما حدش عارف هو فين واكنه في حالة اغماء او يكلموه ما بيردش وكده طلع انه هو بيرسم فكرة في دماغه ومشروع فخلص مخه بيسرح فبينسى هو قاعد فين لدرجة انه بيعمل الخطط والخرايط بتاعة المشروع دوت ودراسة الجدوى بتاعتها دامنه هو طفل فهو عبقري مجنون جي بعد كده طلع لنا بقصة العربية التسلا والعربيات الكهرباء وطبعا انجاز ملهوش انجاز جي بعد كده في اخطر تصريح لي واخطر حاجة بيعملها الايام دي في نهاية سنة 2022 2021 الايام دي وده فيديو برضو هنزله لانه من اخطر الحاجات اللي هتأثر في البشرية واللي هي شريحة الون مصر الشريحة دي قدر يعمل خلاصة يعني الشريحة بقت صنعت وموجودة وفيديوهاتها موجودة وتجاربها موجودة الشريحة دي هو آلة ما هعالج بيها البشرية الناس اللي عندهم شلل رباعي الناس اللي ما بعرفوش يتكلموا الناس كده بحيث ان الشريحة دي محتاجة خرم في الدماغ بيبقى نص سنتي في نص سنتي وبتخش فيه الشريحة وليها حاجة زي يو اس بي تتشحن منها من فوق والشريحة دي بتقرأ فكرك فانت قاعد مثلا واحد ملهوش ايدين وعايز يمسك حاجة جنبه جهاز لمجرد انه يفكر عايز يمدي ايده ويمسك فالجهاز ده خلاص ارى الفكرة اللي في الماء فهيمدي ايده عايز ينطق ومعندوش نط ولمجرد انه يفكر عايز يقول اهلا عايز يقول ازايك عايز يقول عايز اشرب على طول في جهاز هيقرى الفكرة وينطق مكانه ويتكلم مكانه بنفس الجوان لدرجة عمله اخر تجربة الكلام ده من اربع اخمس سيام من قريب جدا جابوا ارد وزرعوا فيه الشريحة دي وكمان قدروا يوجهوها عطوا للارد فكري بشري انه يقدر يلعب تنس على الانتر على التيفي بوكس او حاجة او على اتاري او حاجة زي كده المهم قدر الارد يلعب تنس وموقعش كورة واحدة موقعش كورة واللي احنا يا جبار بنجي نلعب اللعبة دي ممكن تقع منك كورة فمن اخطر الاختراعات اللي حصل عشان كده هو بيحذر العالم لان هو عارف ايه اللي هيحصل في العالم بعد كده من الزكاء الصناعي والزكاء الصناعي ده من الحاجات اللي فعلا هيعني ربنا عطالك فيك بس انت ابتدت تلعب في منطقة خطر فراح عمل الشريحة والشريحة تبدأ تتطبق على تجارب بشرية كتير لغاية ما تبقى حاجة مؤكدة وموجودة في العالم اي واحد ممكن يروح يقول بقى عايز شريحة ده واحد بقى غابي ده واحد والخوف بقى استغلالها في النطاق العسكري والنطاق التجسوسي يعني موضوع كبير جدا فده ايلون مصر ايه بقى فكرة الموبايل اللي عملوه عمل موبايل زى ما قلنا اسمه مودل او تيسلا مودل باي تيسلا مودل باي الموبايل ده انت اي مشكلة عندك في موبايل عبارة عن ايه عبارة عن شكل الموبايل عايز غيره عبارة عن الصوفت وير بتاع الموبايل فبتروحك تجيب موبايل جديد عشان يبقى احدث عبارة عن الشحن بتاع الموبايل ودي مشكلة الناس كلها عبارة عن المساحة بتاعة الموبايل والانترنت اللي هو الباقة خلصت او مفيش شبكة او كده لما واحد يجيب لك كل حاجة في الحياة انت عايزها في جهاز واحد ازاي كلام ده اي وجه كلام ده حصل الموبايل بتاع مودل باي او تيسلا مودل باي بيعمل ايه اولا الموبايل ده بيغير لونه يعني انت ماسك جهاز كله ازايز في ازايز وفي حاجات كده فطة لونه ازرق مش عجبك هيبقى بلاك اسود خلاص انت خليته بلاك عايزه احمر عايزه منقرش عايزه فحلقي فتخيل لما انا خلاص يعني عايزه في حاجة بتلمع عايزه في حاجة دهبية على حاجة اللي انت عايزه في الموبايل هيغير لونه طب ايه كمان انا الشحن بتاعي الموبايل ما انا بتكلم كتير وباشتغل كتير وبعمل كتير وكده فالشحن كل شوية ادور بقى والمكان اللي مفوش شاحن تبقى مشكلة يا الا اشيل بقى باوربانك قدي كده او يعني بطارية عربية شايلها على سدري عشان الموبايل يتشحن ما بقاش الكلام ده الموبايل طبعا هو صاحب اكبر شركة للسولار باور اللي هي الطاقة الشمسية خلى الموبايل طول ما انت مسكه من اي ضوء ما اي ضوء مش ضوء شمس لمبة معدية هيشحن في ثواني ايه طول ما هون تمسكه وبتتكلم فيه الموبايل بيشحن فانت مش هتحتاج شحن نهائي علشان كده عمل اول موبايل في الدنيا ملهوش شاحن تخيل يعني لو ضوء تلفزيون من بعيد جاي عليك هيشحن فادي كل عبارة جسم الموبايل بشاشته بكل حتة فيه عبارة عن خلايا سولار او خلايا طاقة شمسية فا ومش طاقة شمسية بقى اللي احنا اللي عارفين اللي تقعد جنبها عشر ساعات بيقولك لمجرد يعدي على اي حاجة هو بيشحن ده اول تاني حاجة تالت حاجة انا عايز انترنت والباقة بتخلص ومشكلة الباقة او الواي فاي مش واصلي او المنطقة دي مش متغطية او يا ده النت بطيء هو عنده شركة ستارلينك بتاعت الاقمار الصناعية اللي بتمد العالم والكون عقل بالانترنت عن طريق الاقمار الصناعية الموبايل ده مفوش واي فاي مش هيكون نكت واي فاي في اي حتة ملهوش دعوة بشريحة الموبايل اللي انت حدته جواه الموبايل ده اوتوماتيك موجود مع الاقمار الصناعية اتصال دايم وهتبقى اقل سرعة ميتين ميجا بايت في الثانية لو لما انت في البيت بتبقى عندك السرعة تلاتين ميجا بايت على الواي فاي ودخل عليها خمسين جهاز والعيلة والجيران والناس اللي في الشارع على تلاتين ميجا بايت بتقول اي انا عندي تلاتين انا عندي خمسين انا عندي ستين تخيل لما انت هيبقى عندك متين بداية السرعة متين ميجا بايت و متصل بالاقمار الصناعية يعني لو انت في الصحرة لو انت في الجبل لو انت في اي حتة في العالم مفيش حاجة اسمها انا ما عنديش باقت انترنت او سافرت دولة فبطر بقى بعمل تجوال والانترنت تغالي وبشوف مش عارف ايه مفيش كلام ده تماشي بالموبايل و خلاص connected forever المهم ده حاجة من الحاجات اللي حلت مشاكل تب ايه تانى المساحة بقى يعني احنا عندنا مشكلة في المساحة ده عاملين موبايل بقى ايه 128 ميجا بايت 128 جيجا بايت يعني احنا كان بقى ده بالنسبة لنا 128 جيجا بايت و دلوقت لما تكسروا الدنيا و بقى 128 الموبايل ده اتنين تيرا بايت النسخة الاولى بتاعته اتنين تيرا بايت يعني اتنين مليون ميجا يعني جهاز حضرتك اللي في البيت الكمبيوتر اللي قدي كده لما انت رحت اشتريت هارد ديسك وان تيرا طبعا عملت فرح والبلد كلها عرفت و كلمت زماء انا جبت هارد ديسك وان تيرا صح الكلام؟ لما يبقى معاك موبايل اتنين تيرا بايت يعني اتنين مليون ميجا هتصور بقى فيديوهات يعني انت هتسيب اربعة و عشرين ساعة بيصور وتقول هل من مزيد؟ هتصور فيديوهات هتصور هتحط عليه افلام فوركي هتعمل كل حاجة في حياتك و ده اتنين تيرا و طبعا اتنين تيرا دي ده البيبي بتاع الموبايل لسه بقى ما نعرفش ايه اللي جاي علي ايه كمان؟ علي ايه كمان عشان ده الجنان طبعا قلنا انه ايلون مصد صاحب شركة نيورلينك نيورلينك هي شركة اكبر شركة في الكون برضو خاصة بالذكاء الصناعي و اللي بتقرأ افكار البشر و اللي عمل منها الشريحة اللي بتقرأ الفكر و تقدر توجهك و توجه كل حاجة و الدنيا دي و اللي خلى العربية التسلا تسمع الكلام و تسوق ذاتيا لوحديها و الكلام ده ايه بقى اللي حطوا في الموبايل؟ ان الموبايل فيه ذكاء صناعي يقرأ فكر حضرتك فانت مودك مش حلو هتلاقي بتبتح تلاقي جايب لك اغاني تناسب مودك اخبار تناسب شخصيتك ملابس وهدوم تناسب زوقك انت مزيك تناسبك كل حاجة حتى انت بتفكر تعمل ايه؟ عارف فكرك انا هخش على الفيسبوك تيجي تمسك الموبايل تلاقيه فتحلك على الفيسبوك انا عايز اعمل ايميل تلاقيه فتحلك على الايميل يعني التكنولوجيا اللي جاية في الموبايل ده اشتر انا قابل ليه و اشتر انا سامسونج ليه و اشتر اي موبايل ليه طالما انا مش محتاج شحن مش محتاج انترنت مش محتاج اغير لون مش محتاج مساحة بيقرأ فكري كل ده فالموبايل اللي جاي كارثة على كل الدول كمان بيعمل حاجة غريبة للناس بقى العملات على الانترنت او العملات الالكترونية هيعدن المارس كوين المارس كوين ده بتتعدن في المريخ هو هيعدن المارس كوين في المريخ طبع الاقمار الصناعية اللي هو متصل بيها طبعا دي مش كل الناس عرفها و دي لها نسه بس اللي بيعدنه دول اللي بيعدنه عملات الكترونية عندهم مشاكل كبيرة جدا في اجهزة التعدين و انه لازم يجيب كروت شاشة كبيرة قصة كبيرة يعني فانت تخيل هيبقى موبايل بيعدن ده هتخلي الناس تسيب حياتها و يجيب الموبايل ده غير ان ايلون مصك مش من النوع اللي بيعمل الاستثمارة ينزلك الحاجة يقولك دي مئة الف جنيه و الكلام ده حتى في اسعاره و تسعيره هو عايز يغزو العالم يعني هيغزو العالم فانا اعتقد ان الموبايل ده اول ناس هتبدأ تشري كمان العرب يعني مش هيبقى و هيبقى في متناول الجميع و الموبايل ده لما هنزل هتحصل كوارث اقتصادية هتحصل كوارث في الاستثمارات و في الاسهم و في البورصات لان شركة زي شركة ابل ولا شركة زي شركة سامسونج بتأثر استثماراتها على العالم كله هتحصل كوارث في كل المحلات و المولات و الدنيا اللي بتشغل على الموبايلات و على تحدثها و على الشركات الصينية اللي طلعها فهو ضرب الكمبيلة و ابتدت تطلع تسريبات لشكل الموبايل و الموبايل هيبقى باربع كاميرات و طبعا ما تعرفش ايه اللي عامله في الكاميرات هو قال محدش هيشتري بعد كده الكاميرات الاحترافية اللي هي تمانها مئة الف جنيه و 200 الف جنيه محدش هيحتاج لها فالله اعلم ايه اللي هيحصل من العبقاري المجنون ايلون ماسك صاحب الخمسين عام بس و ما نعرفش لما يبقى عنده سبعين سنة ايه اللي هيحصل و ما نعرفش ايه اللي هيحصل من شريحة ايلون ماسك استنوا الفيديو الجاي عن شريحة ايلون ماسك و عن ايه اللي بتشغيل البشرية و هوريكوا عليها فيديوهات والصور والتجارب اللي جربها فيها و ربنا يسطرها علينا في السنين الجاية و فعلا ربنا يسطرها علينا في السنين الجاية ورجعتلكوا تاني هنا بعد هذا الفيديو وهذا التصوير الصعب فمش عارفين البشرية رايحة على فين ومش عارفين العالم رايحة على فين في 2022 اللي مجننانا ومجننا الفلكيين والمتنبئين والعرفين والعلماء ومجننا الدنيا عام البلاء والوباء والغلاء وربنا هو اللي يسترها علينا وعلى حضارتكم وبنهي الفيديو كالعادة بنهي الفيديو كالعادة يا جماعة وأرجوكم نتعود على هذا الدعاء علشان ناخد برضو الطاقة الإيجابية وعلشان ناخد ثواب من كل فيديو بنشوفه في قناة سري للغاية فادي فكري فاريت ناخد هذا الثواب وكلمة أمين قلنا مش هتخسرك حاجة غير انه يمكن تفتح لك أبواب كتير بسبب ان انت تكون سبب في مئة ألف مليون بني آدم يرددها وده تقليد جديد بنعمله في كل فيديوهاتنا على الفيسبوك ناخد معلومة ونستفيد من معلومة وناخد ثواب معاها ونطلب من الله رفع غضبه عن هذه البشرية فنقول اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين أمين اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء وادفع الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين أمين اكتب أمين وشجع غيرك وشجع ملايين يكتبوا زيك أمين يا ريت الفيديو يا جماعة يكون عجبكم ويا ريت فيه معلومة مستفادة فيا ريت ننشر هذه الإفادة وننشر الفيديو ونشيره علشان تعم الفائدة على الجميع شكرا ليكم وشكرا لوقتكم وشكرا لحسن استماعكم وتوجدكم في هذه القناة بفكر حضراتكم باللايك يا جماعة لأن اللايك هو اللي بيخليني أقدر أستمر فما تبخلوش علينا في اللايك ولو حضرتك جديد معينا وعايز يوصلك كل جديد يشرفنا اشتراكك معينا وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد يا ريت تعمل اشتراك أو تعمل سبسكرايب كان معكم فادي فكري من قناة سري للغاية فادي فكري والسلام ختام